أثار الزلزالان القويان اللذان ضربا ولاية هاتاي جنوب تركيا مساء يوم الاثنين المخاوف من تمدد حركة الزلازل نحو الجنوب حيث إنهما وقع بعد زلزال كهرمان المدمر الذي خلف أكثر من 45 ألف ضحية في سوريا وتركيا ويرجع المختصون سبب حدوث الزلزالين الأخيرين في ولاية هاتاي التركيا إلى تحرك الصفيحة التكتونية العربية نحو الشمال ما يضع دولا عربية في خطر حدوث زلازل باعتبارها قريبة من مناطق الحزام الزلزالية وتقع مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وصولا إلى مناطق شمال إفريقيا في نطاق الأحزمة الزلزالية في حين أن دول الخليج العربية بعدوا قليلا عن هذه الأحزمة الزلزالية وتبقى بعض الدول العربية الأقرب للتأثر بالهزات والزلازل مثل سوريا تكونها تقع على الحد الفاصل بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول بالإضافة لوقوعها ضمن دول الصفيحة العربية الإفريقية وهي دول حزام فالق البحر الميت لكنها دول معرضة بشكل أقل للزلازل المدمرة بما في ذلك مصر وبلغت قوة زلزال كهرمان مرعيش الذي وقع قبل نحو أسبوعين سبع درجات فاصل ثمانية على مقياس رختر في حين بلغت قوة زلزالي هاتاي نحو ست درجات فاصل أربعة وخمس درجات فاصل ثمانية وشعر به سكان أكثر من عشر دول مختلفة في المنطقة إلى ذلك شعر السكان في سوريا ولبنان فلسطين والأردن بهزات أرضية جراء زلزال هاتاي الجديد بشكل أقوى من تلك الهزات التي وقعت في زلزال كهرمان مرعيش ويرجح الخبراء أن تواصل حركة صفيحة الأناضول الشمالي في الصدع نحو الجنوب الغربية مع تحرك محتمل لصفيحة العربية نحو الشمال ويؤكد مختصون أن زلزال ولاية هاتاي متوقع لأنه وقع في منطقة ضعف تكتونية وأن ما يجري هو مجرد زلازل ارتدادية طبيعية في مناطق الفوالق والصدوع وأكدوا أن ما يجري هو عملية تفريغ للطاقة ناتجة عن الزلزال الأول في كهرمان مرعيش مشيرين إلى أن تفريغ الطاقة يحتاج لمدة تصل إلى شهر أو أكثر وعلى صعيد متصل كان العالم الهولندي الشهير قد أثار الجدل قبل زلزال يوم الاثنين في تركيا حيث نشر تغريدة يؤكد فيها أنه توقع زلزال أن تقي الواقع بولاية هاتاي التركية قبل يومين من وقوعه إذ كتب منذ يومين قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من فبراير تقريبا ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم الثاني والعشرين في السياق ذاته حذرت خبيرة الفلك رحاب منعم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ثلاثة أيام في شهر مارس القادم وأوضحت أن اكتمال القمر سيكون في أيام السادس والسابع والثامن من مارس القادم وأن ذلك ربما يكون له تأثير سلبي على الدول المطلة على البحر تحديدا ومن الممكن أن يتكرر زلزال قوي أو انهيارات أرضية وأبنية بفعل أمطار شديدة أو سيول في الدول الساحلية